اهلا بكم عزيزي طلبة طالبات الصف الاول الثانوي مع درس جديد من دروس الرياضيات فرع الجبر درسنا النهاردة بعنوان العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها تعالوا معايا نتذكر مع بعض الصورة العامة للمعادلة التربعية طبعا هي على الصورة ألف سين قس 2 زائد بق سين زائد جيم بتساوي 0 وكلنا عارفين طبعا ألف لا تساوي 0 ما ينفعش ألف تساوي 0 جذر المعادلة ديت جذرها عاملين ازاي؟ القانون العام فاكرينه كلنا سين بتساوي سالب موجب الجذر التربية البق تربية نقص 4 ألف جيم الكل على 2 ألف أو سين بتساوي سالب بسالب الجذر التربية البق تربية نقص 4 ألف جيم الكل على 2 ألف طبعا عارفيني حاب ناخد الإشارة مرة بالموجب ومرة بالسالب الإشارة اللي عندنا دي مرة بناخدها موجب ومرة بناخدها إيه؟ سالب أنا قسمت الجذرين تعالوا معايا لو حبينا نجيب مجموع الجذرين هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ هنعمل كده طبعا طبعا المقام واحد هيبقى عندنا سالب ب موجب الجذر التربية لبق تربية نقص 4 ألف جيم زائد الجذر الآخر اللي هو سالب ب سالب الجذر التربية لبق تربية نقص 4 ألف جيم الكل وحدنا المقام 2 ألف لو بصينا كده مع بعض يا شباب هتلاقي الجذر ده موجب والجذر ده سالب إيه اللي يحصل لهم؟ هيتحزفهم مع بعض يبقى هينتج لي سالب ب وسالب ب يديني سالب 2 ب على 2 ألف وبالتالي الناتج بتاعي هيكون سالب ب على ألف أي أن مجموع الجذرين للمعادلة التربعية بيساوي سالب به على ألف تعالوا معايا يا رجالة نبص مع بعض لو حبينا نجيب حاصل ضرب الجذرين دولت اللي هما سالب به موجب الجذر التربية البق تربية نقص 4 ألف جيم على 2 ألف هنضرب في الجذر الآخر اللي هو سالب ب سالب الجذر التربية لبق تربيع نقص 4 ألف جيم على 2 ألف ده يديني يا شباب هيديني تحت في المقام 2 ألف في 2 ألف هيديني 4 ألف تربية عددان مترافقان تعالوا نكتبهم مع بعض سالب به موجب الجذر التربية لبه تربية نقص 4 ألف جيم ده العدد الأول العدد الثاني سالب به سالب الجذر التربية البق تربية نقص 4 ألف جيم ده العدد الثاني قلنا دول عددان مترافقان فما نيجي نضربهم نضرب الأول في الأول سالب به في سالب به هيديني به قص 2 هنضرب الجذر الثاني عندنا من البسط هيبقى عندنا موجب في سالب هيديني سالب الجذر التربية البق قص 2 نقص 4 ألف جيم في الجذر التربية البق قص 2 نقص 4 ألف جيم عارفيني أن أي جذر هنضربه في نفسه يديني العدد اللي تحت الجذر خلي بالك معايا سالب هنا هيديني العدد تحت الجزر اللي هو باق تربيع ناقص 4 ألف جيم على 4 ألف تربيع ده قد هيديني إيه باق تربيع ندخل السالب على القوس سالب باق تربيع موجب 4 ألف جيم على 4 ألف وسجين باق تربيع هنختصرها مع باق تربيع اللي عندنا هيتفضل لي أربعة ألف جيم على أربعة ألف قصة اثنين ده هيديني جيم على ألف وبالتالي هيكون حاصل ضرب الجذرين جيم على ألف تعالوا معي امثال إذا كان اثنين سين قصة اثنين زائد خمسة سين زائد ثلاثة بتساوسف معادلة اربعية أو جد مجموعة الجذرين وحاصل ضربهما طبعا عندنا هنجيب قيمة ألف وباق وجيم لأن قاعدة بتاعتنا بستخدم معاملات الحدود الموجودة في المعادلة ألف اللي هي معامل سين قصة اثنين بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي اثنين تمام باق عندنا معامل سين بخمسة جيم عندنا كام بتلاثة نجيب المعاملات ألف وباق وجيم علشان أما يجي أستخدمهم يكونوا جاهزين قدامي زي مراية كده قدامانين فهنيجي عندنا هنقول مجموعة الجذرين بيساوي ايه؟ القاعدة بتقولي سالب باق على ألف سالب باق على ألف هيساوي عندي باق عندي بخمسة يبقى هنكتب خمسة وألف عندي باثنين هنكتب اثنين حد يقولي في حاجة هنا نقصة حد واخد بالي يا شباب؟ آه هنا في سالب باق اوعى تنسيها أنا عندي باق بخمسة يبقى أنا هكتب هنا سالب خمسة ماينفعش نكتبها خمسة بس أنا باخد الباق بإشارتها لكن السالب دي عندي في القمو يبقى بالتالي مجموعة الجذرين سالب خمسة على الاثنين طب حاصل ضرب الجذرين القاعدة بتقولي جيم على ألف يبقى جيم هنا بكام؟ جيم بثلاثة على ألف ألف بكام؟ ألف باثنين هنحط سالب لأ ليه لأن القاعدة هنا مافعش سالب هي جيم بإشارتها زي ما هي مثال تاني أوجد مجموعة الجذرين وحاصل ضربهما للمعادلة ثلاثة سين قسة اثنين زائد خمسة بتساوي أربعة سين لاحظ معايا المعادلة دي مش جاهزة ومش مترتبة لأن احنا المعادلة بتاعتنا لازم تكون بتساوي سف وتكون مترتبة تنازلين حسب أسس سين هعمل إيه؟ هقولي بها ثلاثة سين قسة اثنين سالب أربعة سين هدخل الأربعة سين دي في الطرف الأيمن بعكس الإشارة موجب خمسة بتساوي سفر أنا وديت الأربعة سين بعكس الإشارة ورتبت المعادلة طبقا لأسس سين تنازلين عندي هيبقى ألف بكام يا شباب؟ المعادلة بتاعتها هنا خلي بالك يبقى ألف بثلاثة وهيبقى باق عندنا بسالب أربعة لاحظ معي باخد باق بالإشارة بتاعتها وجي ما عندي بكام؟ بخمسة تعالوا معي نجي بمجموع الجزرين القاعدة بتقول لي سالب باق على ألف سالب باق باق عندي بكام؟ بسالب أربعة طب أما أحط لها سالب كمان هتبقى إيه؟ موجب أربعة على الألف عندي بكام؟ بثلاثة حاصل ضرب الجزرين بيساوي عندي جيم على ألف جيم بكام؟ تمام؟ بخمسة ومنغيرش أشارتها على ألف عندي بثلاثة تعالوا معي نشوف مثال آخر إذا كان مجموع الجزرين المعادلة اتنين سين قصة اتنين زائد كاف سين زائد تلاتة بساوي سف هو نص يبقى هو هنا بيقول لي مجموع الجزرين جايبهولي بكام؟ بنص مطلوب مني إيه؟ أوجد قيمة كاف هنعمل إيه؟ اتفقنا هنجيب ألف وق وجيم قبل أي حاجة ألف بثلاثة باق بكاف جيم بثلاثة مجموع الجزرين عند القاعدة بتقول لي سالب باق على ألف يبقى سالب كاف على ألف اللي هي بثنين طيب أنا عندي هو قال لي إن مجموع الجزرين فوق بكام يا شباب في المسألة بنص يبقى أنا هساوي دوات بكام؟ بنص ومنها نحصل على قيمة كاف اللي هي هتساوي سالب واحد إذا كان حاصل ضرب جزرين المعادلة كاف سين قصة اتنين زائد خمسة سين زائد تلاتة بتساوي سفر هو واحد على تسعة خلي بالك هو بيقول لي هنا حاصل ضرب الجزرين المعادلة بكام؟ برضه هو مندهيني بواحد على تسعة عايز مني ايه؟ أوجد قيمة كاف هنجيب قيمة ألف ألف بكام من فوق بص كده في المعادلة بكاف وباق عندي تمام بخمسة وجيم بتلاتة ضرب الجزرين هتقول لي احنا مجدناش مجموعة الجزرين لي يا مستر هقولك لأ أخلي بالك هو هنا السؤال على ضرب الجزرين فيبقى مش هستخدم المجموعة في حاجة ضرب الجزرين عندي جيم على ألف جيم بتلاتة وألف بكاف يبقى تلاتة على كاف دوات من المعادلة طب هو قال لي ان حاصل ضربهما بكام؟ بواحد على تسعة يبقى واحد على تسعة ومنها أحصل على قيمة كاف هتساوي سبعة وعشرين تعالوا معايا مثال آخر إذا كان مجموعة جزرين معادلة اتنين سين قس اتنين زائد كاف سين زائد واحد بتساوي سف هو سالب ثلاثة على اتنين هو بيقول لي مجموعة الجزرين يطلع سالب ثلاثة على اتنين هنعمل إيه؟ طالب مني قيمة كاف وأوجد الجزرين يبقى هو هطالب هنا اتنين مطلوب عندي لازم أركز فيهم قيمة كاف هنجابها وأوجد الجزرين معايا هنعمل إيه؟ ألف عندي بكام باتنين باء بكاف جيم بواحد بعد كده مجموعة الجزرين بتاعي سالب باء على ألف سالب باء باء عندي بكاف يبقى سالب كاف على ألف اللي هي باتنين دوت مجموعة الجزرين هو اللي بيساوي كام سالب ثلاثة على اللي اتنين من هنا يبقى منها أقدر أحصل على قيمة كاف اللي هتكون بتساوي ثلاثة جبت قيمة كاف ده كان أول مطلوب عندي طالب قيمة كاف الجزء التاني طالب مني إيه يا شباب؟ طالب مني جذري المعادلة هو أنا علشان أجيب الجزرين يا شباب عندي هعمل إيه؟ تعالي نعوض بقيمة كاف الأول في المعادلة المعادلة بتاعتنا بقت اتنين سين قس اتنين زائد تلاتة سين عوضنا عن الكاف بقى بتلاتة قيمتها زائد واحد بتساوي سفر إن أنا أجيب هنا الجذرين لو أقدر أعمل عملية تحليل أحلل لو مش عرف أعمل عملية تحليل أستخدم القانون العام أنا هنا شايف إن أنا أقدر أعمل عملية تحليل وأحصل على قيمة الجذرين هنا هيقبتنين سين في سين وهنا واحد في واحد والإشارتان موجبتان ومنها هنا أحصل على قيمة سين سالب واحد على اتنين وقيمة سين بتساوي سالب واحد وبالتالي الجذران هيكونوا سالب واحد على الاتنين وسالب واحد معنا مثال آخر تطبيق أعلى شوية رجالة بصوا معي إذا كان تلاتة هو أحد جذري المعادلة تلاتة سين قس اتنين زائد كاف سين ناقص تلاتة بيساوي سفر التلاتة هنا هي أحد جذري المعادلة واحد يقول لي هنا طيب هعمل إيه مصر هو طالب مني إيه أساسا آه أكيد طالب مني قيمة كاف فأوجد الجذر الآخر ثم أوجد قيمة كاف هنعمل إيه عندنا ألف بكام اتفقنا كل بسائل المعادلة التربعية والعلاقة بين جذريها نحص على قيمة ألف وباق وجيم ونخليها عندنا مراية هستخدمها في كل الحل ألف عندي باتنين معامل سين قس اتنين وباق بتساوي كاف اللي هي معامل سين وجيم بتساوي الحد الخالي من سين اللي هو سالب تلاتة ضرب الجذرين بيساوي إيه بيساوي جيم على ألف هتقول لي أنت يا بسطر أنا استخدمتي لضرب الجذرين وما استخدمتش مجموع الجذرين هقول لك أركز معي بقى شوية مجموع الجذرين بيتطلب الحصول على قيمة باق وعلى قيمة ألف لأن مجموع الجذرين سالب باق على ألف وأنا ما عنديش قيمة باق قيمة باق مجهولة ليها كاف ولكن عندي حاصل ضرب الجذرين مطلوب مني أكون حاصل على قيمة جيم وقيمة ألف فهم بالفعل موجودين عندي يبقى أنا هستخدم هنا ضرب الجذرين ضرب الجذرين عندي اللي هو جيم على ألف هيساوي إيه يا شباب هيساوي سالب تلاتة على الاتنين طيب أنا بعد ما جبت أحاصل ضرب الجذرين اللي هو بيساوي السالب تلاتة على الاتنين هيطرى هنعمل إيه بعد كده هقول لك دوت عندي فرضنا أن الجذر اللي هو مندهودي تلاتة هم منديني جذر فوق تلاتة طب الجذر الآخر افردوا معايا سين يبقى أنا الجذرين عندي واحد فيهم بتلاتة اللي هو مندهوني معطيات في المسألة والجذر الآخر اللي هو سين حاصل ضرب الجذرين دولات يعني هنضرب تلاتة ضرب سين بيساوي تلاتة سين طلع عندي حاصل ضرب الجذرين بيساوي كام سالب تلاتة على الاتنين يبقى قيمة سين عندي هحصل عليها هتبقى بتساوي سالب واحد على الاتنين اللي هي الجذر الإيه الآخر يبقى الجذر الآخر هو سالب واحد على الاتنين وبالتالي حصلت على الجذر الآخر وكان ده أول مطلوب عندي طالب مني ايه؟ قيمة كاف قيمة كاف اللي هي باق طب دي موجودة فين؟ في مجموع الجذرين مجموع الجذرين عندي اللي هو بيساوي سالب باق على ألف سالب باق عندي باقه هي بكاف يبقى سالب كاف على ألف موجودة بكام باقنين ده مجموع الجذرين طب هو أنا عندي الجذرين؟ أه طبعا عندي الجذرين هدي جذره هو كان هو مدوني معطى في المسألة والجذر الآخر أنا حصلت عليه اللي هو سالب نص يبقى ده هيساوي تلاتة زائد سالب نص وبالتالي عنده هيبقى سالب كاف على الاتنين بيساوي تلاتة زائد سالب نص هيديني خمسة على الاتنين وبالتالي قيمة كاف هتساوي سالب خمسة تعالوا معايا مثال هو مطابق للمثال السابق ولكن هنحلو الطريقة تاني بيقولي إذا كان تلاتة هو أحد جذرين معادلة اتنين سين قس اتنين زائد كاف سين نقص ثلاثة بتساوي سافر هتقولي مستر ده هو نفس السؤال أيوة فعلا بس تعال معايا نحلو الطريقة تاني والسؤال طالب مني برضو أوجد الجذر الآخر ثم أوجد قيمة كاف هقولك هنا هو طالب مطلوبين الجذر الآخر وقيمة كاف احنا في المرة السابقة عملنا إيه يا رجالة احنا جبنا الجذر الآخر الأول وبعدين جبنا قيمة كاف طب هي هتفرق لو جبت قيمة كاف وبعدين جبت الجذر الآخر لا مش تفرق معايا بحاجة طالما أعرف أحصل على المطلوبين يبقى امشي بأي طريقة تعجبك حل بأي اسلوب أنت عايزه هنجيب قيمة كاف الأول إزاي؟ ألف عندنا باتنين وباق عندنا بكاف وجيمة عندنا بسالب تلاتة طب هو قال لي إيه؟ قال لي تلاتة أحد جذرية المعادلة يعني إيه تلاتة أحد جذرية المعادلة؟ يعني هو يحقق المعادلة يعني أقدر أعوض عن سين بتساوي تلاتة أقدر أعوض سين أحزفها من المعادلة وأستعيد عنها بتلاتة تعالوا نعمل كده يا رجال المعادلة بتاعتنا هي خلي بالك يبقى أنا هقول اتنين في سين قس 2 اللي هي تلاتة قس 2 زائد كاف مضروبة في سين اللي هي مضروبة في تلاتة ناقص تلاتة بتساوي سفر هنا تلاتة قس 2 بتسعف اتنين بطمنتاشر زائد تلاتة في كاف عندنا يا رجالة يبقى بتلاتة كاف ناقص تلاتة بتساوي سفر ومنها أحصل على تلاتة كاف زائد خمستاشر بتساوي سفر تمنتاشر ناقص تلاتة هيديني خمستاشر يبقى تلاتة كاف عندي بتساوي سالب خمستاشر ومنها كاف بتساوي سالب خمستاشر على التلاتة يبقى كاف عندي بتساوي سالب خمسة لو رجعت للمثال السابق هتلاقيني جابت قيمة كاف بسالب خمسة جابنا قيمة كاف أعوض عنها عندي في المعادلة يبقى عندي المعادلة بقى شكلها 2 سين قس 2 ناقص 5 سين ناقص 3 بتساوي 0 أنا هنا حصلت على قيمة كاف بقي لي أحصل على إيه؟ على الجذر الأخر أعرف أعمل عملية تحليل حل معرفش أعمل عملية تحليل أقدر أستخدم القانون العام أنا شايف هنا أن إحنا نقدر نعمل عملية تحليل في المثال بتاعنا يبقى نحلل بعض الطلبة تستخدم الحزبة طبعا ودخل قيم ألف وبق وجيم بعد ما جبنا قيمة كاف ويحصل على الجذرين تمام كلها طرق صحيحة عندنا 2 سين هتبقى مضروبة في السين وعندنا هيكون 3 مضروبة في 1 وهيبقى عندنا القيمة هنا مجابة والقيمة هنا سالبة نحصل على 2 سين زائد 1 بتساوي 0 ومنها 2 سين بتساوي سالب 1 ومنها سين هتساوي سالب 1 على 2 الجزء الآخر سين نقص 3 هتساوي 0 هتبقى السين هتساوي 3 لاحظ معايا أن السين بتساوي 3 ده جذر هو قالهولي عندي فوق لو لاحظت بيقولي إذا كانت 3 هو أحد جذري المعدل يبقى ده الجذر الآخر بتاعها يبقى كام سالب نص يبقى الجذر الآخر هيبقى سالب 1 على الاتنين وده كان المطلوب رقم 2 إذا كان 1 زائد تا هو أحد جذري المعادلة سين قس 2 نقص 2 سين زائد كاف بيساوي 0 طالب مني إيه؟ فأوجد الجذر الآخر يبقى عايز الجذر الآخر وأوجد قيمة كاف هنعمل إيه عندنا؟ طبعاً هنجيب قيمة ألف بواحد وقيمة باق بسالب 2 وقيمة جيم بتساوي كاف مجموعة الجذرين هتقولي برضي يا مستر انتهينا استخدمت مجموعة الجذرين وفي مرة سابقة استخدمت حاصل ضرب جذرين هقولك على حسب المعطيات اللي متوفرة عندي أنا هنا المتوفرة عندي باق وآلف باق وآلف موجودين فين؟ في مجموعة الجذرين يبقى هستخدمها في مجموعة الجذرين عندي مجموعة الجذرين سالب باق على ألف سالب باق عندي يبقى باتنين على ألف بكام؟ بواحد ده يساوي مجموعة الجذرين أنا عندي واحد زائد تا هو أحد هزي الجذور طبعاً ده عنده هيساوي اتنين أحد الجذور واحد زائد تا لو فرضنا الجذر الآخر هو سين ده الجذر الآخر يبقى سين زائد واحد زائد تا ده مجموعة الجذرين بيساوي كم عندي مجموعة الجذرين اتنين نقدر نحصل على قيمة سين اللي هو الجذر الآخر هيبقى اتنين ناقص واحد زائد تا يبقى بيساوي عندي الجذر الآخر اتنين ندخل السالب على القوس يبقى سالب واحد سالب تا وبالتالي الجذر الآخر هيبقى عندي واحد ناقص تا ده الجذر الآخر اللي عندي اللي هو كان طلب اللي هو واحد ناقص تا طب بعد كده هو طالب مني ايه؟ طالب مني قيمة كاف قيمة كاف هنجيبها ازاي؟ انا عندي حاصل ضرب الجذرين حاصل ضرب الجذرين عبارة عن ايه؟ هما الجذرين يجيبتهم دلوقت يا رجالي خلي بالنا واحد زائد تاق ده معطى واحد ناقص تاق انا جيبته ده حاصل ضرب الجذرين هو حاصل ضرب الجذرين عندنا هنا هيساوي ايه؟ لاحظ معاي ان هما عددان مترافقان يبقى لتاق لحاصل ضربهما هيبقى الاول في الاول واحد في واحد بواحد موجب تاق في تاق بتاق اس اتنين اللي هو عندنا سالب واحد وفيه سالب عندي موجودة يبقى يديني كام يا شباب يبقى واحد يبقى حاصل ضرب الجذرين هيساوي عندي كام؟ هيساوي اتنين طب القاعدة عندي لحاصل ضرب الجذرين بتساوي ايه؟ حاصل ضرب الجذرين ليها قاعدة اللي هي جيم على ألف طب جيم عندي اللي هي بكام هذه اللي هي بكاف اللي هي بقيمة كاف على ألف موجودة عندي ألف أها بكام بواحد يعني يديني كاف ده حاصل ضرب الجذرين طب ما أنا جبت حاصل ضرب الجذرين بيساوي كام اتنين يبقى كاف بتساوي اتنين تعالوا معي نشوف مثال تاني أوجد قيمة كاف التي تجعل أحد جذرية المعادلة سين قس 2 زائد كاف زائد 3 سين ناقص 9 بيساوي 0 معكوسا جمعيا للآخر نرجع مع بعض بالذكرة فاكريني المعكوس الجمعي للعدد لو كان عندي العدد 3 المعكوس الجمعي بتاعه إيه رجاله سليب 3 يعني إيه برضو يعني ما يجي أجمعهم مع بعض هيديني كام؟ هيديني سفر يبقى أي عدد زائد معكوس الجمعي بيساوي كام؟ سفر أنا هنا عندي الجذرين واحد فيهم معكوس جمع للآخر أنا عندي مجموع الجذرين علشان يجبهم هحصل على قيمة ألف وباء وجيم زي ما احنا اتفقنا إن في أي معادلة تربية أحصل عليهم ألف عندي بواحد باء بكاف زائد 3 رحز معي هي كل معامل السين وجيم عندي بسالب 9 طب هو مجموع الجذرين عندي بيساوي إيه؟ بيساوي سالب باء على ألف يبقى هيساوي عندي سالب كاف زائد 3 على ألف اللي هي عندي بواحد يعني هيديني سالب كاف زائد 3 طب هو أنا اتفقت معاك إن مجموع الجذرين هم معكوس جمع للآخر واحد فيهم معكوس جمع للتاني يبقى مجموعهم بكم زي ما اتفقنا بيساوي سفر ومنها أقدر أحصل على قيمة كاف اللي هتكون بتساوي عندي سالب 3 تعالوا معايا لمثال آخر أوجد قيمة كاف التي تجعل أحد جذري المعادلة اتنين سين قس اتنين ناقص كاف ناقص واحد مضروبة في سين زائد كاف قس اتنين زائد اتنين كاف ناقص ثلاثة بتساوي سفر ضعف الجذر الآخر أقرأ المسألة كويس علشان تقدر تجمع الدنيا بتاعتك بيقول لي أحد جذري المعادلة ضعف الجذر الآخر أحد جذري المعادلة ضعف الجذر الآخر هنحصل على قيمة ألف وباء وجين ألف بكام؟ اتنين باء بكام؟ لاحظ معايا سالب كاف مائص واحد جيم إيه ده مسترحنا عندي كاف واثنين كاف وسالب ثلاثة كلها حدود خالية من سين يبقى كلها كده هي قيمة جيم يبقى كاف قس اتنين زائد اتنين كاف مائص ثلاثة كل ده هو قيمة جيم الجذران عندنا قال لي واحد فيهم ضعف الآخر تعالوا نفرض الجذرين هما لام واثنين لام مش الاثنين لام دي ضعف اللام يبقى أحد الجذرين ضعف الآخر ولا لا؟ أو أحد الجذرين ضعف الآخر ناقص واحد على ألف اللي هي باثنين ده هتيديني مجموع الجذرين اللي عندي اللي هما من هنا لام زائد اتنين لام لام زائد اتنين لام وبالتالي هنحصل على إن كاف عندي ناقص واحد على اللي اتنين هتساوي تلاتة لام حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى أنا عندي تلاتة لام بتساوي كاف ناقص واحد تلاتة لام عندي هتبقى مضروبة في اتنين بتساوي كاف ناقص واحد مضروبة في واحد وبالتالي هيديني ستة لام بتساوي كاف ناقص واحد ومنها أقدر أحصل على قيمة كاف هتساوي ستة لام زائد واحد ودي هتبقى معادلة رقم واحد عندي بعد كده هجيب حاصل ضرب الجذرين حاصل ضرب الجذرين القاعدة بتاعتي بتقولي في حاصل ضرب الجذرين جيم على ألف جيم عندي بكام بكاف قص اتنين زائد اتنين كاف ناقص تلاتة على ألف اللي هي باتنين طب عندي حاصل ضرب الجذرين دولة الجذرين عندي اللي هم لام واتنين لام أما هضربهم في بعض لام في اتنين لام يبقى نحصل على كاف قص اتنين زائد اتنين كاف ناقص تلاتة على الاتنين بتساوي اتنين لام قص اتنين حاصل ضرب الطرفينيسا وحاصل ضرب الوسطين يبقى 4 لام قس 2 بتساوي كاف قس 2 زائد 2 كاف ناقص 3 أنا عندي قيمة كاف في المعادلة الأولى كانت بتساوي إيه هنسمي المعادلة دي 2 وهنيجي من المعادلة الأولى نعوض عن قيمة كاف بستة لام زائد 1 يبقى 4 لام قس 2 بتساوي كاف قس 2 ستة لام زائد 1 الكل قس 2 زائد 2 مضروبة في كاف اللي هي عندي بستة لام زائد 1 الكل عندي ناقص 3 هنحصل من خلال تبسيط المعادلة اللي عندي دي على المعادلة 32 لام قس 2 زائد 24 لام بتساوي 0 ومنها هنقسم كله عندنا هنا على التمانية هيديني هنا 4 لام قس 2 زائد 3 لام بيساوي 0 هناخد لام عندنا عامل مشترك يبقى لام عندي عامل مشترك يتفضل 4 لام زائد 3 بتساوي 0 منها نحصل على قيمة لام بتساوي 0 او قيمة لام بتساوي سالب 3 على الاربعة وبكده نكون حصلنا على قيمة لام طب هو طالب كان مني ايه يا مصدر هو طالب مني قيمة كاف ركز معايا في السؤال فوق طالب مني قيمة كاف انا جبت لام هعمل ايه هعوض عن لام واحصل منها على قيمة كاف انا كاف كانت عندي هنا يبقى لو بقت لام بتساوي 0 يبقى 6 في 0 زائد 1 يبقى هتبقى عندي كاف هتساوي 1 ولو بقت لام عندي بتساوي سالب 3 على الاربعة هيبقى كاف عندي بتساوي 6 في سالب 3 على الاربعة زائد 1 ونحصل منها على قيمة كاف بتساوي سالب 7 على الاتنين وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها اللي درسنا فيها العلاقة بين معاملات حدود المعادلة التربعية ومجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين وتطبيقات على العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها وأشوفكم على خير في حلقة قادمة من دروس الجبر وإلى اللقاء